مباراة الأهلي المهمة جدا نهارده فيه مباراة مهمة جدا للفرق المصرية المباراة الأولى لنادي الأهلي مع فريق سان جورج الأثيوبي وكمان بيراميدز مع الجيش إيرواندي في إياب دور 32 لبطول الدوري أبطال أفريقي هنعرف تفاصيل أكتر عن أجواء ما قبل المباراة وده من خلال اتصالنا بالأستاذ سعيد عاي النقد الرياضي صباح الخير يا أستاذ سعيد صباح مرحبتك الأستاذ لسه كنا بنقول الأهلي اختتم تدريباته استعدادا للمباراة لكن يعني ايه أهم الاستعدادات الخاصة بالفريق خاصة أنه كان فاز في المباراة الأولى لي قدام سان جورج يعني خلينا نقول أن مباراة الأهلي وسان جورج أردت أنقصم إلى شقين الشق الأول متعلق بالنتيجة وهو أمر محسن تماما للنادي الأهلي بعد فوز كبير في مباراة الزهاد 3-0 وهو قادر على تقرار الفوز بهذه النتيجة نتيجة أكبر كمان فإذن خذيني نقول أن نتأهل شبه محسوم للنادي الأهلي الشق الأخر هو متعلق بالتجربة هي تجربة جيدة جدا للنادي الأهلي للإطمئنان على بعض الأمور قياس بعض الأمور الدفع ببعض العناصر أعتقد أن سويتة مصر الكورة النهاردة عنده مضوعة من الأهداف مرتبها في هذه المباراة يعني من ضمن هذه الهداف نحن نعود مرة أخرى لنرى سنائية كريم فؤاد مع أكرم توفيق مجتمعة مرة أخرى بعد فترة صورة جدا قربت العام نقدر نشوفه النهاردة اللاعب أحمد عبد القادر يدخل من بداية المباراة بعدما كان بديل في أول مباراة في الموسم سواء أمام المصر في الدور المحلي أو حتى في مباراة الزهاب أمام ساندرجو ممكن كانت تقلق في عدد الدائل الأولي اللي يشارك فيهم فهذا خلى قدر بدأ يفكر فيه أنه ياخد فين ديها كاملة علشان يشوفه بشكل أكبر وأطمئن عليه بشكل أكبر ويشارك اللاعبين المتقلقين في مركز الجناح مشاركة عدد أكبر ممكن النهاردة يجرب بشتاو في مركز آخر غير مركز الجناح يرا في مركز المهاجم الصريح فإذن هي مباراة تجربية جيدة جدا جدا فيها عدد سبيل من الأهداف اللي ممكن يحققها الناد الأهلي ويبص عليها الجدل الفاني مباراة تجربية معنا كده الناد الأهلي داخل المباراة مرتاح ومطمئن من خلال المستوى اللي ظهر عليه ساندرجو في المباراة الأولى بالضبط بالضبط فقوة كبيرة طبعا فشاركة من الفرقين ما بين الناد الأهلي وخبراته ولعبي والتاكسيكي والمنظومة الخطاطية الخاصة به وشكل المنافس هناك سمعنان كبير وهناك اتجاه إلى تجربة عدد كبير من العيبة اللي ضربت أن البعض بدأ يفكر في أننا ممكن نشوف محمد كريستو في جوز الجريم المباراة إن لم يبدأ بشكل أساسي هو اللعب اللي محطش فرصة كاملة أو يلعب مباراة كاملة من فترة طويلة جدا نقاط القوة الموجودة في فريق سان جورج اللي يجب الأهلي يأخذ باله منها عشان يقدر يفوز في المطش ده زي المطش اللي فات خلينا أقول إن سان جورج إذا يعني حاولنا ننظر إلى بعض الإيجابيات أو نقاط قوة متمثلة فيه فهو متمثل في أعمالية التكتل وهنا المباراة قد تأخذ شكل صعب في مرحلة معينة فقط وهي مرحلة ما قبل الهدف الأول فريق بيتكتل في التلت الأخير من الملعب بيتواجد بكسافة عددية جدا في جزء صغير من الملعب فبالتالي المساحات تكون شبه منعدمة في بعض الأوقات لكن مع بعض السرعة في اللعب بدون غياب التباطق حلول فردية يقدر ندر أهلي يخلق حل يقدر يتغاوز هذه الخطوط يقدر يفجل بعد الهدف الأول أعتقد أن هنشوف مباراة أخرى هنشوف أسهل بسير جدا هنشوف تنافس على التسجيل تنافس على التقلق تنافس على صناعة الفرص فأعتقد الناد الأهلي قادر يكذر نتيجة الزهاب وربما يفوز بالنتيجة أكبر إن شاء الله طيب هل تتوقع هدف أول مبكر ولا بما أنه فيه تكتلات فهيكون فيه صعوبة شوية على الناد الأهلي في بداية المباراة يعني أنا متواطنع مع التحافز الكبير عند العناصر البديلة اللي بتحاول تثبت نفسها وبتحاول دون أنها موجودة في الكثير قوي أعتقد من الأهلي أنه قادر على التسجيل بشكل مبكر إن شاء الله من اللاعبين اللي ممكن يكون فيه رهان عليهم علشان يقدوا الأداء المتميز النهاردة في المباراة ويقدروا أنهما كمان يجيبوا أهداف أو يحاولوا دفة المباراة بشكل عام من بداية بشوف أن المباراة النهاردة هي فرصة أن الإمام عشور يواصل لعملية تقلقه في المباراة الأخيرة وفرصة أنه يسجل أول أهدافه النهاردة خاصة أنه يلعب بشكل مستمر في التشكيل الأساسي ويلعب على الدقاية الكاملة ومع حالة السفر الكبيرة الحاصلة عليها سواء من منظومة نادي الأهلي كجهاز فني وعلى عبير أو حتى على المستوى الإعلامي والجماهيري اللي بتخليه يعيش حالة معنوية وإسه جدا جدا ومع سهولة الخاص معتقد أن إمام عشور المهاردة قد يسجل أول هدافه مع النادي الأهلي أعتقد أيضا أحمد عبدالقادر مع اتفاقته ومع يقاضته ومع خوفه على فرصه في وجود رغة نينة الصفقة الجديدة هيكون له كلمة مهمة وأنه يستطيع فجل أعتقد أيضا بيرستاو ستكون له كلمة اليوم ويستطيع التغيير طيب عظيم جدا آخر حاجة عشان نختم حديثنا عن مباراة الأهلي وسان جورج توقعاتك للتشكيل هيكون عاملة إزاي يمكن التغييرات اللي قد تحدث في المباراة فيه أكون في الخط العمامي بشكل خاص ما أتوقع النهاردة أن يدخل أحمد عبدالقادر من البداية مع بيرستاو في الجهة الأخرى سيتحاول حسين الشحات من مركز الجناح الغيصر إلى الجناح الأيمن وتقلق حسين الشحات اللي من دول بالتأكيد حسين الشحات دعيش واحدة من أحلى فتراته وعتقد داله متعلق بشقين الشق الأول وصول الرضا سليم اللي هيكون منافس قوي جدا جدا على مركزه واللي بيمتلك أدوات وبيمتلك قوة كبيرة جدا فده دفع حسين يطلع أقصى مال وتركيز كامل والشق الأخر هو تطوره في الجانب التهديفي وفيما يتعلق في الجزء الأخير من الملعب وخاصة داخل مناطق الخصوم أعتقد هناك تطور ملحوظ وكبير متعلق بعمل كبير للجهاز الفني والسويس لمارس كولر خلح تنشحات واحد من الأفضل اللاعبين وأكثرهم حسما مش بس في نادي الأهلي لكن داخل أفريقيا واستفاد منه نادي الأهلي كبير وهيستفيد منه أيضا هذا الموسم طيب لو رحنا واتكلمنا عن المباراة الخاصة ببيرامدز مع الجيش الرواندي توقعتك إيه طيب طيب نادي بيرامدز يواصل تقديم أداء جيد نادي بيرامدز يمكن في بداية الموسم لم يقدم الأداء المرجو منه قياسا بالصفقات الطوية اللي أبرمها النادي وبحجم النجوم اللي بيمتلكهم لكن مع الوقت نشوف الأداء بيتطور الشكل اللي بدأ يتحسن ويبقى أفضل وأعتقد أن منحنة التصاعد أو منحنة الصعود في الأداء هيستمر اليوم بشكل أكبر وأعتقد أيضا أن بيرامدز هي حقا نتيجة كبيرة وهيبدأ أو يعلن بشكل رسمي وصوله اليوم ووصوله هذا الموسم أنه بدأ من مرحلة جدية وبدأ يحضر بقوة وبدأ يقول أنه منافذ قوي على البطولة وأنه قادر يتواجد بشكل قوي وقادر يقدم موسم القوي ويكون متنافذ حقيقي على البطولات سواء البطولة المحلية في الدور المصري أو البطولة الأفريقية ده بكل تأكيد نادي بيرامدز يعني بيواصل تقلقه ونحن شوفنا آخر مباراة في الدورة كانت عاملة إزاي أنت تتوقع أن يحقق نتائج جيجابية في هذه المباراة هل هيبدأ ضغط في هذه المباراة أعتقد أيضا أن نادي بيرامدز هذا ضغط بشكل مكسف أعتقد أنه ينعب بشكل هجومي مجموعة لعبين اللي بيمتلكها عنده طبعا من العناصر كلنا في انتظار نتائج مباراة النهاردة ونشكرك أستاذ سعيد علي الناقض الرياضي